اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن اول اللحظة دي كل ما بتشوفه تشين في اي مكان بتهرب على طول وما بتكونش عايزة تتكلم معها خالص وطبعا هي بتبقى حاسة بالاحراج طول الوقت منه وفي نفس الوقت مش عارفة تقدم له تبريرات على اللي حصل زمان وفي يوم من الايام بتكون تشين في حفلة فنون وهي بتبقى مهتمة جدا بالنوع ده من الحفلات فبتحضر وبتبقى مبسوطة قوي بوقتها ده وللأسف ما بتكونش عارفة ان في مفاجأة مستنيها وده لان سونج بيظهر مرة تانية بس المرة دي بيكون مع والده وبنعرف مع بعض ان والده يبقى صاحب الشركة اللي عاملة الحفلة دي وكمان بيبقى عايز ابنه يكمل مسرته ويشتغل معي بعد التخرج ولما بنرجع لتشين مرة تانية بنشوف ان هي بنت شقية قوي وده لانها بتطلع تليفونها وبتصور الاعمال الفنية دي رغم ان ده شيء مش مسموح بنهائي والمفاجأة ان سونج بيكون واقف من بعيد وشايفها وعلشان كده بيصورها وبيقرر انه يحتفظ بالصورة دي علشان يضغط عليها بيها وتاني يوم في الجامعة بتكونت شين ماشية وهي بتحاول تداري نفسها وبتبقى فكرة ان كده سونج مش هيتعرف عليها لما يشوفها بس طبعا ده ما بينجحش خالص لانه بيجي يتكلم معيها وبيقدر يعرفها بسهولة والمرة دي لما بتحاول تشين تتهرب منه كالعادة بيطلع تليفون وبيوريها الفيديو اللي صوره وهي بتصور الاعمال الفنية وبيعرفها انها لو ما سمعش كلامه من اول اللحظة دي فهينشر الفيديو وهيمنعها من حضور الحفلات دي للابد هو وعدها بيسألها تشين عن سبب انفصالها عنه زمان وبيبقى باين انه فعلا محتاج اجابة على اللي حصل فبتقوله تشين بكل صراحة انها مش فاكرة لان ده حصل من سنين ايام ما كانوا في المدرسة وبتوعدوا انها تاخد شوية وقت ولما توصل لإجابة هتقوله وعلى الرغم من انه بيوافق بس طبعا مش بيكتفي بالكلام ده وبس فبيستغل الفيديو اكتر من كده وبيخليها تصلح للعجلة بتاعته وبتعمله طلبات كتير كمان فبنشوفها مرة تانية وهي بتشتري له الاكل وبتوصله له مخصوص وطبعا هو بيكون مبسوط انه قدر يتحكم فيها بالشكل ده وبيبقى مستمتع قوي خصوصا انه بيستفزها وعلشان كده بتقرر تشين انها توقف اللي بيحصل وبتحط خطة غريبة شوية فبنشوفها في يوم وهي رايحة الجامعة متنكرة وبتبقى عارفة ان سونج عنده مباراة كرة سلة النهاردة فبتدخل للملعب بدون محد يحس بيها وبتقدر تاخد التليفون بتاعه من شنطته علشان تمسح الفيديو بنفسها فبتخرج علشان تحاول تفتح التليفون بس للأسف بتلاقي عامل كلمة سير فبتفضل تشين تكتب كلمات عشوائية على امل ان التليفون يتفتح لكن كلهم بيكونوا غلط لحد ما بتفكر في فكرة غريبة وبتكتب تاريخ ميلادها والمفاجأ ان التليفون بيفتح فعلا وفي اللحظة دي بيجي سونج وبيشوفها وعلى طول بياخد منها التليفون فبتسأله تشين هو ليه لسه عامل تاريخ ميلادها كلمة سير وبتبقى مستغربة جدا طبعا لكن هو بيرد عليها ببرد وبيقولها انه كان تاريخ سهل وهو مكسر يغيره مش اكتر وبعدها بيمشي وبيسيبها ولما بترجع تشين للبيت وبتعود مع صحابها بتكون حزينة شوية وحاسة بالزنب خصوصا ان سونج شكله كده لسه معجب بيها وتاني يوم بيكمل سونج استفززل تشين وبيخليها تيجي مخصوصة علشان ترسمه وتعمله تصميم لمسابقة هو دخلها فبتبدأ تشين ترسمه وهي متضايقة بس طبعا بتكون مضطرة علشان هو بيهددها بالفيديو اللي معاه فبترسمه اول مرة ولما بتوريله الصورة بيقولها ان هي مش عاجبة فبتضطر تشين ترسمه مرة تاني بس اصلا سونج بيبقى رفض الصورة علشان يستفزها مش اكتر فبيفضل يخليها ترسمه كتير لحد ما بتتضايق تشين وبتسيبه وتمشي وفي طريقها بتقبل قطة جميلة بتبقى جعانة شوية فبتعد تشين تأكلها وبتلعب معها وهي سعيدة فبييجي بعدها سونج وبيلعب مع القطة هو كمان ولما بتمشي تشين بيوقفها وبيعرفها انه عايز يقولها حاجة فبيشكرها علشان فضلت ترسمه طول الوقت ده وبيوعدها انه هيمسح الفيديو قريب خلاص بس بيبقى عنده شرط وحيد وهي انها تعمله التصميم اللي طلبه منه ويتاني يوم في الجامعة بيكون سونج ماشي وبيتفاجئ بتصميم جميل جدا ليه وهو بيلعب مع القطة مبارح فبيفرح قوي خصوصا ان التصميم بيبقى مميز وبعدها بيروح يقعد مع تشين علشان يشكرها على كل ده فبيقعدوا يتكلموا سوا والامور بتبقى ماشية بشكل طبيعي لحد ما بتقوله تشين انه مجرد زميل بالنسبة لها فبيتعصب سونج وبيبقى باين انه فعلا لسه بيحبها وعلشان كده بيسيبها وبيمشي وهو متضايق ولما بنركز شوية على حياة سونج بنشوف مع بعض انه بجانب الدراسة مهتمة قوي بشغله في شركة والده وبيبقى واضح انه شخص مسؤول وناجح جدا في حياته واللي بيأكد لنا اكتر ان سونج لسه بيحب تشين اننا بنشوفها في مرة وهي رايحة تتكلم مع مدير شركة وبتبقى عايزة تنضم ليهم علشان تصميم شوية منتجات بس للاسف المدير بيرفض وهي بتبقى متضايقة جدا لكنها بتتفاجئ بعدها ان سونج موجود قدامها وبيبقى حاس ان هي متضايقة فبياخدها وبيعزمها على الاكل وبيبقى عايز يهون عليها شوي فبتفضل تشين تحكيره عن طموحها وبتبقى متضايقة علشان مش قادرة تكون مصممة زي ما كانت بتحلم دايما وطبعا لانها حزينة فبتشرب كمية كحول كتير قوي وبالتدريج بتبدأ تفقد شعورها بنفسها فبينتهي بيها اليوم بانها بيغمى عليها وهنا بيشيلها سونج علشان يساعدها وبيوصلها الفندق علشان تنام فيه وتاني يوم بتصحى تشين وبتتفاجئ ان سونج موجود جنبها فبتفكر اللي حصل مبارح وبنشوف مع بعض انها بعد ما شربت فقدت السيطرة على نفسها بالكامل وعلشان كده اخدها تشين بحيث يوصلها للفندق بس في الطريق بتظهر حقيقة تشين شوية وبتفضل تتكلم معاه وهي مش حاسة وبتقوله انها معجبة بي فبنرجع للوقت الحالي مرة تانية وبنشوف تشين وهي بتحاول تمشي بس تشين بيقربها منه اكتر وكأنه كان مستني اللحظة دي من زمان والجريب ان تشين مش بترفض اطلاقا وبيبقى واضح ان فعلا لسه فيه مشاعر جواها ناحيته واللي بيخلي الوضع بينهم احسن كمان هو ان سونج بياخدها في نص اليوم وبيروح يقابل مدير الشركة اللي هي كانت حابة تشتغل فيها وطبعا زي ما وضحنا من شوية فسونج شخص نجح في حياته وكمان في شركة والده فبيقدر انه يقنع المدير يدي فرصة لتشين وفي النهاية بيمشوا هما الاثنين وهما مبسوطين جدا ومن اول اللحظة دي بتاخد علاقتهم منحنة مختلف تماما عن قبل كده وكأنهم هيبدأوا قصة حب جديدة من تاني وفي يوم من الايام بيتقابلوا هما الاثنين في الجامعة وبيبقوا في الوقت الرياضي فبيساعدها سونج علشان تربط الجاكت بتاعها وبعد كده بيطلب منها تقابله في نهاية اليوم لانه عايز يتكلم معها في موضوع مهم فبتوافي اتشين وهي مبسوطة وبتروح علشان تتدرب مع باقي زميلها ولما بتخلص بتفضل تشين واقفة مستنيية زي ما اتفقوا لكنه بيتأخر عليها فبتسأل واحد من صحابه عنه وبتتفاجئ انه بيقول لها ان سونج مشي هو ووحدة صاحبته مع بعض فبتستغرب تشين وما بتكونش مصدقة طبعا لحد ما بتخرج وفعلا بتلاقي واقف مع بنت جميلة وكمان بيهزره سوا فبتتصدم تشين وما بتبقاش فهمة اللي بيحصل وعلى طول بتمشي من المكان وهي حزينة جدا وفي نهاية اليوم بيكون سونج لسه مش عارف ان تشين شافته وهو واقف مع واحدة تانية فبيفضل مستنيها على امل انها تيجي تقابله ولما بيكلمها بيلاقيها بتقوله انها مش هتقدر تيجي فبيتضيق وبيمشي وهو حاسس بخيبة امل وطبعا ما بيكونش عارف السبب اللي هي قالت كده علشانه وعلى الجانب التاني بنشوف انها اصلا لسه موجودة في المكان بس قررت انها مش هتواجه باللي حصل وبتقعد بعدها تعيط كتير وبتبقى نوية انها تبعد عنه وتتجنبه زي ما كان بيحصل قبل كده وفي يوم من الايام بتكون تشين في الجامعة وبيتكلم معاها الدكتور علشان درجاتها مش كويسة خالص وبيطلب منها تذكر المادة بتاعته اكتر من كده وإلا مش هتقدر تنجح فيها خصوصا ان دي فترة امتحانات فبيروح سونج يتكلم معاها وبيبقى عايز يساعدها دس هي مش بتهتم بكلامه وبتسيبه وبتمشي وهو بيفضل مش فاهم ايه اللي بيحصل لكنه بيبقى مهتم بأمرها فعلا وده لانه بيروح لها وهي قادة مع صاحبتها وبيديها الكشكول بتاعه علشان تذكر منه وبيقول لها كمان تبقى ترجعه في اي وقت براحتها بس هي برضو بتفضل رفضة مساعدته لدرجة انها بتدي الكشكول بتاعت صديق لي وبتقوله يبقى يرجعه له علشان هي مش عايزي وبعد فترة بتكون نتائج الامتحانات ظهرت وبيقول الدكتور للطلاب الدرجات بتاعتهم فبيتفاجئ سونج لما بيعرف انه خد المركز الاول وحقق النتيجة النهائية وبيبقى مبسوط طبعا ولما بيجي الدور على تشين للأسف بتكون حققت نتيجة مش كويسة خالص وبتبقى هي الاخيرة على كل الطلاب فبيتكلم معها الدكتور وبيوبخها وبيطلب منها تركز اكتر من كده الفترة اللي جاية فبيستغرب سونج لانه كان بيديها الكشكول بتاعه تذكر منه بس بعدها بيتفاجئ انه صاحبه بيديله الكشكول وبيعرفه انه كان معاه هو فبيتعصب سونج ولما بيروح يتكلم مع تشين بتقوله انها مذاكرتش من الكشكول علشان هي مش حابة يساعدها بأي شكل وفي النهاية بتمشي وبتسيبه وهو بيفضل مش فاهم هي بتتصرف كده ليه لحد ما بيواجهه بعض اخيرا والمرة دي تشين بتسأله عن البنت اللي كانت معاي يومها فبيستغرب سونج وبيسألها لو كانت حاسة بالغيرة بس هي طبعا بتنكر ده فبيرد سونج وبيعرفها ان البنت دي تبقى اخته اصلا وهنا تشين بتتصدم وبتكتشف انها كانت زعلانة كل ده على الفاضي ولما بيفهم سونج ان هو ده السبب اللي كانت بتدجنبه على شينه بيعرف انها بتغير عليه وبيقرب منها علشان يمسك ايديها فبتحس تشين بفرحة كبيرة جدا وبيبقوا هما الاتنين متأكدين من مشاعرهم ناحية بعض وبينتهي اليوم في الاخر بشكل لطيف قوي وبترجع الامور بينهم احسن من الاول ومع مرور الايام بنشوف مع بعض ان تشين بدأت تهتم بدراستها لدرجة انها بتكون قاعدة طول اليوم بتذكر وبس وده بيخلي والدتها تقلق طبعا وبتبقى مستغربة من اللي بيحصل فبتقعد تتكلم مع والدها وبيبقوا خايفين لحسن تكون تشين بتمر في فترة اكتئاب وعلشان كده بيروحوا يتكلموا معيها وبيدوها فلوس وبيطلبوا منها تخرج برا البيت علشان تقضي وقت سعيد شوية والغريب ان تشين نفسها بتكون رفضة اصلا وبتبقى عايزة تفضل قاعدة تذكر لكن في النهاية بتسمع كلام والدها وبتخرج وبعد شوية بتكون ماشية في الشارع لوحدها وبتتفاجئ ان سونج موجود قدامها وشغال في مبنى غريب حبتين فبتتصدم تشين وعلى طول بتفكر انه مش شخص غري زي مكانة فاكرة وبتبدأ تحس انه شغال في المكان ده علشان يجيب فلوس يعيش بيها فبتروح تتكلم معي وبتبقى متضايقة علشانه وعلى طول بتديله شوية فلوسه وبتهرب من المكان علشان ما يحسش بالاحراج وفي الوقت ده بيفرح سونج جدا بس ما بيكونش فاهم هي بتعمل كده ليه وعلى الجانب التاني بنشوف ان تشين بقت واخد الموضوع بجدية قوي وده لانها لما بترجع البيت بتقعد مع والدتها علشان تتكلم معيها وبتطلب منها تزود لها المصروح بتاعها شوية وطبعا مش محتاجين نقول انها بتبقى عايزة الفلوس دي علشان تديها لسونج وتساعده بس للأسف والدتها بترفض وما بتبقاش عارفة هي عايزة الفلوس دي ليه وعلشان كده بتروح تشين تحاول مرة تانية مع والدها وبتطلب منه شوية فلوس وعلى الرغم من انه بيكون رفض برضو في البداية بس في الاخر بيديها المبلغ اللي هي عايزة وبتمشي وهي مبسوطة ولما بترجع لغرفتها بتقعد تفكر تاني في اللي بيحصل وبييجي في بالها فكرة غريبة شوية وهي انها بتكون حاسة بالزنب لما مدت لسونج فلوس وبتبدأ تفكر انها كده جرحت كرامته فبتتضيق وما بتبقاش عارفة تعمل ايه شين ان هي عايزة الفلوس بتاعيتها فبيستغرب سونج طبعا وما بيكونش فاهم وبالفعل بيطلع المحفظة بتاعته علشان يرجع لها الفلوس بس بيتفجؤ هما الاثنين في الوقت ده انه للأسف صرفها كلها ومش باقي معا غير شوية تفكة فبتحس تشين بإحراج اكتر وعلى طول بتجري علشان تختفي من المكان وطبعا من بعد الموقف ده بتكون عايزة تصالحه فبتروح تتكلم مع صديق ليه وبتسأله لو فيه حاجة تقدر تقدمها لسونجة علشان تساعده فبيقول لها صديقه ان ما فيش حاجة هو محتاجها بس لو حبت ساعده بجد فتقدر تروح السكن بتاعه وتنظفه شوية لان السكن مش نضيف وكلهم عايشين فيه وهم بيعانوا وبالفعل بتروح تشين للسكن بالليل وبتفكر ازاي هتدخل المبنى بدون محد ياخد باله فبتتفاجئ ان فيه واحدة مسئولة بترقب المكان على طول وطبعا دي بتبقى مشكلة لانه ممنوع دخول البنات في السكن ده بس طبعا هي مش بتستسلم بالسهولة دي فبنشوفها تاني يوم وهي رايحة وبتبقى متنكرة شوية علشان محدش يشوفها وبالفعل بتدخل المكان وفي البداية بتكون على وشك انها تتقفش بس تشين بتكون ذكية وبتقدر تهرب من المسئولة وبعد شوية بتوصل لغرفة سونج وصحابه وطبعا بتكون عارفة ان محدش فيهم موجود فبتدخل وبتكون مستغربة من شكل المكان وعلى طول بتبدأ تنظفه وبتحاول تخليه مترتب على قد ما بتقدر فبيفضل الوقت يعدي وهي بتكون مهتمة قوي وبيبقى باين انها فعلا عايزة تساعد سونج ولما بتمشي بيرجعوا صحاب سونج للسكن وأول ما بيدخله بيتفاجئوا من نظفة المكان وما بيبقوش مصدقين ان ده حقيقي وطبعا لما بيفكروا شوية بيعرفوا ان اكيد تشين هي اللي عملت كده علشان تساعد سونج والغريب انها بتكون مهتمة قوي فعلا وده بيبان اكتر لما بترجع تاني يوم وبتدخل المكان مرة تانية وبتنظفه من جديد وكأنها قررت تهتم بيه وكأنه بيتها وطبعا لما بيتجمع فيه سونج مع باقي صحابه بيبقى مبسوط قوي وحاسس بالفخر قدامهم وده بيديله ثقة قدام صحابه بشكل كبير ومع مرور الايام بيكون الحال ماشي على نفس الوضع ده فبنشوف تشين وهي في السكن علشان تنظفه كالعادة بس للأسف بيحصل اللي ما كانش متوقعة وبتتفجئ ان المسؤولين جايين يزوروا الغرف علشان يتأكدوا من نظفتها فبتحاول تشين انها تستخبع علشان ما يشوفهاش وبالفعل بتدخل البلكونة لحد ما يخرجوا بس للأسف ما بيكونش احسن حل لان زمائلها بيشوفوها من بره وطبعا بيبقى ممنوع تدخل سكن الشباب فبيتجمعوا كلهم وبيصوروها كمان والموضوع بيكبر لدرجة ان المسؤولين بييجوا وبيطلبوا منها تنزل وفي الوقت ده بيكون سونج ووصل وبيشوف اللي بيحصل وبيبقى متضايق طبعا علشان تشينها تتعاقب فبتنزل هي ولما بتلاقي المدير بيسألها هي كانت جاية هنا المين ما بترداش تقوله انها موجودة علشان سونج لانها مش عايزة تقذيك فبتستغل ان فيه واحد صديقها واقف وبتمثل انها كانت جاية هنا علشانه والحسن الحظ ان الموضوع انتهى على خير ومحدش فيه متعرض للفصل او حاجة بس بعدها طبعا سونج بيكون متضايق وحسس بالغيرة في نفس الوقت علشان تشين بقت قدام الجامعة كلها مرتبطة بحد تاني فبيقابلها وبيقولها انهم لازم يعترفوا بعلاقتهم وان ما فيش حاجة يخبوها عن الناس ولما بيلحظ انها مترددة شوية ومش مقتنعة بكلامه بيديها الجاكت بتاعه وبيقولها ان الموضوع في ايديها هي ولو عايزة تعترف للناس انهم مرتبطين فببساطة تلبس الجاكت بتاعه وتمشي معاه في الجامعة وطبعا الناس لما بيشوفهم سوا هيفهموا انهم مرتبطين ببعض ولما بيمشي سونج وبيسيبها بيتفجئ بعدها انها جاية تمسك ايده وبتبقى قررت تظهر علاقتهم للعلن وده بيبقى اعتراف منهم على انهم بيحبوا بعض جد ومن اول اليوم ده بتتحول علاقتهم بشكل كبير وبيقربهم من بعض اكتر وبيقضوا سوا اوقات حلوة كتير وفي يوم من الايام بيكون سونج رايح يوصلها بعدما قضوا اليوم مع بعض فبيحاول يقرب منها بشكل رومانسي علشان يخلي اليوم مميز بس للأسف خطته بتبوز ومش بيعرف يعمل كده ولما بيحاول مرة تانية بتيجي صديقة تشين وبتشوفهم وبتبوز عليهم كل حاجة ولما بتطلع تشين معيها علشان يدخلوا السكن بتفضل تتكلم مع صحابها واللي بيبقوا عارفوا خلاص ان هي وسونج مرتبطين فبيهزروا سوا وبيفضلوا ينصحوها تقرب منه علشان يعيشوا قصة حب رومانسية مختلفة بس تشين بتبقى مكسوفة ومش عارفة تقول ايه وفي يوم من الايام بيروحوا هما الاتنين سوا علشان يتفرجوا على فيلم رعبة في السينما فبيفضل سونج مستني انها تخايف علشان يحضنها لكن المفاجأة ان تشين بتفضل تتفرج وكأنه فيلم عادي وعلشان كده بيتظاهر سونج انه هو اللي خايف وبالفعل خطته بتنجح وبتحضنه هي علشان تطمنه وطبعا لما بيرجع البيت بعدها وبيقعد مع صاحبه بتبقى بين عليه السعيدة وبيكون عايش في اسعد ايام حياته وفي مرة بيكون سونج قاعد وفجأة بيلاقي حد بيتصل بيه فبيرض وبيلاقي ان بنت هي اللي بتتكلم والمفاجأة انها بتكون صديقة سونج من ايام السنوية والغريب انها بتقوله ان هي كانت بتدور عليه بقالها فترة طويلة ودلوقتي هي مستنيا قدام الجامعة وعايزة قابله فبيتنكر سونج وبيروح يقابلها وطبعا بيبقى الان ان تشين تشوفه لحسن تفهمه غلط لكن الغريب انه من اول اليوم ده بيبدأ اهتمام سونج بتشيني النوعا ما وفي مرة هي بتحاول تواريله صورة رسمتها بس هو بيتجاهلها وبيمشي علشان وراح حاجات تانية ولما بيتقابلوا بعدها علشان يكلوا مع بعض بتكون تشين كالعادة متحمسة وهو كمان بيبقى مبسوط قوي لحد ما بتوصل رسالة لتشين بتغير حياتها كلها وهي انها بتعرف ان فيه بنت اسمها جاية رجعت من السفر والمفاجأة ان دي بتبقى نفس البنت اللي اتصلت بسونج وروح قابلها وهنا بتفتكر تشين زكريات ايام زمان وبنعرف سوى ان البنت دي كانت معاهم في المدرسة وانها كانت معجبة بسونج لكن هو كان بيعملها على انها صديقة وبس فبنرجع تاني للوقت الحالي وطبعا تشين بتبقى متضايقة وقلقنا ان جاية تظهر في حياته وتخطفه منها وكل ده ما بتكونش عارفة انها اصلا رجعت بالفعل وهو قابلها وللأسف هو بيفضل مخبي عنها ومع مرور الايام بتكون تشين بدأت تلاحظ ان سونج متغير معاها شوية فبتتكلم معاي وبتكون عايزة تطمن ولما بتسأله اذا كان بيحبها بيرد عليها بكل صراحة وبيعرفها انه مستحيل يفكر في حد غيرها اصلا وطبعا كلامه ده بيطمنها كتير وبيخليها وثقة فيه اكتر وفي يوم من الايام بتكون تشين ماشية لوحدها وفجأة بتلاقي اتنين زمائلها بيتكلموا معاها وبيقولولها حاجة غريبة قوي وهي انهم شايفوا سونج بيشتري تذاكر في السينما وهيدخل يتفرج على فيلم مع واحدة تانية فبتتصدم تشين طبعا وما بتكونش مسدقة لكن من كتر القلق بتقرر تروح للسينما علشان تتأكد بنفسها وبالفعل بتوصل هناك بس قبل ما بتدخل بتراجع تفكيرها تاني وبتقول لنفسها ان اللي هي بتعمله ده غلط وبتعترف انها وثقة في سونج وانها ماينفعش تشكي فيه بالشكل ده فبترجع مرة تانية للبيت وبتبقى متطمنة انه اكيد زميلها بيتحكوا عليها بس المفاجأة بقى انهم فعلا كان معهم حق لاننا بنروح لسونج وبنشوفه هو قاعد مع جيا وفعلا كان بيتفرج على فيلم معيها وحاليا قاعدين سوا بس قبل ما نظلمه بنعرف انه مش بيخون تشين ولا حاجة وده لانهم لما بيتكلموا مع بعض بنفهم انه بيتعامل كويس مع جيا وبيخرج معيها علشان هي كانت صديقته زمان وكمان لسه راجعة من السفر فبيقوم بعد شوية علشان يجيب حاجات وبيكون سايب تليفونه فبتتصل بيه تشين في الوقت ده وبتكون عايزة تتكلم معي لكن جاية بتستغل الموقف وبتبقى عارفة انه هما الاثنين مرتبطين وعلشان كده بترد هي عليها علشان تدايقها وتعرفها ان سونج قاعد معيها وطبعا دي بتكون صدمة بالنسبة لتشين لكن جاية بتبقى مبسوطة لانها عايزة تكسب سونج وتخليه حبها وبعد كده بتروح تشين تتفرج على فيلم الوحدها وبتحاول ما تفكرش في اللي حصل لانه صعب عليها بس طبعا مش بتقدر وبتبدأ دمعها تنزل وما بتكونش مصدقة ان سونج بيكذب عليها وبيقضي وقته مع بنت تانية وعلى الرغم من انها فاهمة غلط وهو مش بيخونها بس طبعا بيبقى حقها تفهم كده خصوصا انه خب عنها كل ده ومع مرور الايام بنروح سوا لفترة الاجيزة وبنشوف ان الطلاب كلهم بيستعدوا علشان يمشوا من الجمعة فبتجمع تشين شنطتها وبتنزل وبتتفاجئ ان سونج واقف مستنيها علشان يوصلها فبتمشي معاه وبتفضل تتظاهر ان كل حاجة عادية لحد ما بتقوله انها عرفت كل حاجة وانه كان بعيد عنها الفترة اللي فاتت بسبب جاية فبيتفاجئ سونج انها عرفت طبعا وبيعرفها ان الموضوع مش زي ما هي فاهمة لكن تشين بتفضل متعصبه وبتقوله انها عايزة تنفصل عنه وفي الوقت ده بيفتكر سونج اللي حصل زمان وانها اختفت من حياته قبل كده فبيتعصب هو كمان وبيقولها انه مغلطش للدرجات دي وبيعرفها انها لو بعدت عنه مرة كمان فمش هيستنيها ومش هيحاول تاني علشانها والغريب ان تشين بتفضل مصممة على رأيها برضو وبتمشي وبتسيبه في النهاية وكمان بتسيب شنطتها وقع على الارض وبتكامل طريقها بدون اي اهتمام وبعد فترة بنشوف انها طبعا ما قدرتش تتققلم على غيابه ودايما بتفكر فيه وفي اللي حصل اخر مرة واكتر حاجة بتبقى مزع عليها فعلا هو انه قالها ان دي اخر مرة هيستنيها وبعد كده مش هيحاول تاني لجلها وعلشان كده بتنزل تشينط قبل صحابه علشان يقضوا سوا شوية وقت يمكن تنسى اللي حصل فبيقعدوا كلهم سوا في كافية بس للأسف الوضع بيبقى محزن اكتر وده لان كل واحدة فيهم بتحكي المشاكل اللي هي بتمر بيها ولما بيجي دور تشين بتفضل تعايت وبتبقى متضايقة قوي وعلى الجانب التاني بنشوف ان سونجي هو كمان لسه متأثر ورغم انه بيحاول يشغل نفسه بالشغل بس برضو ما بيكونش قدر يبطل تفكير فيها فبيفضل الوضع ماشي على الحال ده لحد ما بترجع الدراسة مرة تانية وبيتجمعوا الصحاب في السكن من جديد وبعد شوية بتتفاجئ تشين ان سونجي مستنيها تحت وعايز يقابلها فبتنزل علشان تشوفه وبتبقى متوقع انه هي صالحها او هيحاول يصلح علاقتهم لكن اللي بيحصل هو انه بيديها شنطتها اللي سابتها ومشيت اخر مرة وبيمشي بدون ما يقول كلمة واحدة حتى وطبعا هي بتبقى متضايقة بس ما بتقدرش تتكلم هي كمان ولما بيتقابلوا في الجامعة بعدها بيفضلوا هم الاتنين يتجنبوا بعض وبيروح سونجي يقعد بعيد عنها هي وصحابها بس المفاجأة بقى ان جاية بتظهر مرة تانية وبتبقى انضمة للجامعة بتاعتهم علشان تبقى وريبة من سونج ولما بتيجي تتكلم معي بياخدها سونجي علشان يتكلموا برا وهناك بيقول لها ان ما ينفعش تصرفاتها دي وطبعا بيكونوا يخد بالو انها بتحاول تستفز تشين علشان تقرب هي منه فبيعرفها انه مش بيحب حد غيرها وبيطلب منها ما تقزيش علاقتهم تاني وبيبعدها عنه تماما اما بالنسبة لتشين فمش محتاجين نقول انها في الوقت ده بتكون على اخرها وحاسة بالغيرة جدا طبعا بس لان سونجي بيحبها رغم كل اللي حصل فبيوقفها علشان يتكلم معيها وبيعرفها انه ما كانش يعرف حاجة عن جاية ولا عن انها انضمت للجامعة بتاعتهم فبتستغرب تشين من انه بيوضح لها ده وبتقوله ان هي ملهاش دعوة وانهم دلوقتي منفصلين فيعمل اللي هو عاوز بس طبعا سونجي بيكون اجدع من كده بكتير وبيروح بيوضح لها كل حاجة علشان تفكيرها مايروحش لبعيد ولما بتصيب وتشين وبتمشي بيجي لها خبر تاني بيزعالها قوي وهي انها للأسف خسرت الوظيفة بتاعتها في الشركة فبتروح تجمع حاجتها وبتمشي بيها في الشارع وبتفضل تفكر في اللي بيحصل في حياتها لحد ما فجأة بيقع على الصندوق من ايديها وفي الوقت ده بيشوفها زميل لها اسمه مينج فبييجي على طول علشان يساعدها اما سونج فبيكون عارف خبر انها انفصلت من الشركة وبيروح يدور عليها علشان يقف جنبها ويهون عليها بس للأسف اول ما بيوصل بيتفاجئ ان مينج جاي يقعد معها وبيبقى جايب لها ايس كريم كمان فبيقع سونج في سوق تفاهم طبعا وبيبدأ يحس بالغيرة وبيتداي بس بيبقى واضح كده ان الموقف ده يخليه حارب تاني علشانها لانه ما بيبقاش مستعد يخسرها وعلشان كده بيروح يتكلم مع صاحبه وبيتفق انهم لازم يعملوا خطة سوا علشان يبعد عنها مينج وترجع له من جديد وبالفعل بيعرف في يوم ان مينج هيلعب مباراة كرة سلة فبينضم سونج للفريق وبيبقى ناوي يقدم اقصى مع عنده علشان يفوز عليه ويلفت انتباه تشين وبالفعل خطته بتنجح وبيبقى مبسوط ان تشين حضرة وكمان بتشجع الفريق بتاعه بس طبعا هي ما بتكونش موجودة مخصوصة على شينه وبتبقى عايزة بس تشجع الفريق لانه تبع الكلية بتاعتها ولما بيروح سونج بعدها علشان يتكلم معيها للاسف بيلاقيها بتتكلم معي بنفس الاسلوب وبتبقاش عايزة تقرب منه فبيتضيق سونج وما بيكونش عارف يعمل ايه اما هي فبتسيبه وبتمشي لكنه طبعا مش بيستسلم بالسهولة دي فبنشوف انه بيبدأ يطاردها من اول هنا وفي مرة بيروح وراها المكتبة وبيفضل يتظاهر انه جاي هنا بالصدفة ولما بيقعد معيها بتطلب منه تشين يروح يقعد بعيد بس هو بيرفض وبيقولها ان دي مكتبة عامة ومن حقه يقعد في اي مكان وفي الوقت ده بييجي منج وبيكون عايز يقعد هو معيها بس طبعا سونج مش بيسيب الموضوع يمشي بالسهولة دي وفي النهاية بيروحوا هما الاتنين علشان يتكلموا مع بعض ولما بتسأله تشين عن سبب تصرفاته بيقولها بكل وضوح انه لسه بيحبها بس هي بترفضه بتقوله انهم انفصلوا خلاص لكنه مش بيقتنع بكلامها وبيعرفها ندان فصال من جانب واحد لانهم بالنسباله لسه مرتبطين وبيبقى واضح انه فعلا بيحبها وهيحاول كتير علشانها على الرغم من انها في النهاية بتمشي وبتسيبه وفي يوم من الايام بييجي منج يتكلم معيها وبيبقى عايز يعترف لها بمشاعره لكن هنا بتظهر حقيقة تشين وبتقوله انها مش هينفع ترتبط بي وبتعرفوا انه سونج لسه موجود في قلبها والحصن الحظ ان منجي بيكون متفاهم ده ومش بيتضايق منها خالص فبيقرروا ان علاقتهم هتكون عبارة عن صحابه بس وهم الاثنين بيبقوا مبسوطين في الاخر وبعد ايام بيكون سونج قدر يفكر في طريقة علشان يلفت انتباه تشين مرة تانية فبنشوفه هو قاعد بياكل شطة كتير علشان يتعب قوي في المحاضرة وتشين تاخد بالها وتهتم بي والغريب ان خطته بتنجح فعلا ولما بتلاحظ تشين انه بيكوح كتير بتبعت له رسالة وبتطلب منه يتقابله بعد المحاضرة فبيروح سونج علشان يقابلها وطبعا بيفضل يمثل انه تعبان قوي بس المفاجأة انها بتديله ادوية وبتقوله ان هي مش مهتمة بي ولا حاجة وانها بس بتساعده علشان ما يبقاش فيه ضغينة بينهم مش اكتر وعلى الرغم من كلامها ده بس برضو سونج بيبقى عارف انها مهتمة بي وبيبقى فرحان قوي وفي يوم بيكون سونج واقف في الشارع وبيعرف ان فيه مبنى انهار جنب سكن البنات فبيقلق جدا طبعا وبيخاف على تشين وبيجري بسرعة علشان يروح يتطمن عليها والمفاجأة انه اول ما بيوصل بيشوف ان فيه ضحية واقع على الارض وللأسف بتكون لابسة نفس الكتش بتاع تشين فبيتصدم سونج وبيقرب علشان ينقذها وما بيبقاش مصدق اللي بيحصل لكن لحسن الحصد انه في النهاية ما بيطلعش انسان ولا حاجة وبيكتشف ان تشين لسا بخير ولما بيبصوا وراه وبيلاقيها وقفة بينسى كل المشاكل اللي بينهم وبيقرب منها علشان يحضنها وطبعا بيكون سعيدة او انها كويسة وفي الوقت ده بتحس تشين قد ايه وبيحبها وبيخاف عليها وعلشان كده بيمشوا سوا وبيفضلوا يتكلموا طول الطريق واخيرا بيظهروا حقيقتهم لبعض وبتعتذر له تشين على انها فهمته غلط وبتعترف له طبعا بكل وضوح انها بتحبه وانها مش هتبعد عنه تاني مهما حصل وفي النهاية بيقربوا هما الاثنين سوا بشكل رومانسي وبترجع علاقتهم تتصلح من تاني وبتبقى احسن من الاول كمان ولما بتستقروا الامور بينهم بيبدأ سونج يركز على شغله من تاني خصوصا ان الشركة بتمر بشوية مشاكل وعلشان كده بنتفاجئ ان تشين جاي تقدم له الملف بتاعها وبتبقى قرارة تقف جنبه وتشتغل معي علشان تساعده ويبقوا سوا في كل خطوة فبياخدها سونج وبيقدمها لباقي الموظفين في المكتب وبيستعده علشان يبدأوا رحلة نجاح جديدة مع بعض ومع مرور الوقت بنلاحظ ان تشين فعلا بنت شطرة جدا وبتعمل شغلها على اكمل وجه وده طبعا مش لانها بس بتحب الشغل لقى دي كمان بتحب سونج اللي هو اساسا صاحب الشغل وعلى الجانب التاني بيقرر هو كمان يساعدها زي ما بتساعده وبيستغل لأي وقت فاضي ليهم علشان يذكر لها بحيث تنجح في الجامعة وتتخرج بمجموع كويس وبنلاحظ سوا ان اوقاتهم كلها بتكون سعيدة وحياتهم بتبقى فعلا استقرد خلص وبعد فترة بنشوفهم هما الاثنين قاعدين سوا وبيتكلموا عن نجاح شغلهم وبيحلموا بأحلام تانية كتير وبعدها بياخدها سونجو بيروحوا مكان كانوا بيتقابلوا فيه قبل كده وهناك بيشكرها على وجودها في حياته وبيعرفها قد ايه هو بيحبها ولما بتسأله تشين هو ليه ما تخلاش عنها رغم انها ثابته بيقولها انها لو بعدت عنه مليون مرة برضه هيفضل يحارب علشانها وعمره هيئاس وفي النهية بانتهي المسلسل بحضن لطيف ما بينهم وبيبقوا هما الاثنين مرتاحين جدا سوا وقدامهم مستقبل جميل يعيشوا مع بعض